ده شكل الكرسي الكرسي عادة يبقى له أشكال مختلفة بس ده يمكن الكامن أو المتعرف عليه احنا مش هنبص على شكله هنبص على المقاسات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها والاشتراطات شكلك أو الماركة أو المصنع دي حاجة ترجع للمريض أو للمستخدم فاحنا نبتدي بواحد وهو ظهره انه الناس تفهمني كويس مش مشكلة شكله المهم دلوقتي انه يكون فيه متنفس لظهرك يعني انه يبقى فيه مكان يقدر يخش منه الهوى يعني يكون خامة فيها بعض الفتحات اللي تسمح بدخول الهوى وخروجه للمسخدمات الطويلة طبعا برضو عشان نحدد الكلام ده لبيئات العمل الطويلة يعني حضرتك بتقعد مص ساعة ما تقدرش تجيه لكن يا فندم انت حالك بتقعد 8 ساعة عمل بساعة واحدة راحة فحضرتك لازم تكون ده شتراطات يعني فكرة بقى الكرسي الجلدة أو الكرسي الكابيتونية أو الكرسي مشا فيه كل ده خطر للناس اللي بتقعد بساعات كتيرة ما مش عايز اقول خطر ولكن عايز اقول انه غير مفضل يعني غير مفضل ولكن هو كرسي شكله كويس جدا حضرتك بتشتغل وظيفة عليا يعني تخليك تقدر تقوم من مكتبك وتعمل رياضة أو تمر المفضل الواحد يقوم كل الدقيق يعني القعدة صدها وقت الدقيق وقوم والله يا فندم يعني دي اختلفت فيها ولكن انا شايف انه اول ما يبتدي حدوث ألم او انك تحس بعدم الراحة انا انصح انك تمشي ولو لمدة تقف ولو لمدة 30 ثانية ولو تقدر تمشي لمدة 60 ل90 ثانية وترجع لمكانك تاني بقى مستحب في حالة عدم موجود ألم حضرتك او عدم راحة حضرتك تريد تكمل يعني هو الاحساس ان الواحد يحس ان هو احيانا الواحد قاعد كده حيث انه عايز يفرد ظهر وكده يحس ان هو يعني مش مرتاح فساعتها ده معناها اشارة انك لا نقوم 30 ثانية ونرجع نقضي تغيير الوضع مطلوب دائما لأي بني ادم سواء المريض او غير المريض نعم برجع للكرسي وعندك قلت رقم واحد يكون فيه تهوية ظهر الكرسي يكون بزاوية 90 درجة صح كده هنا مش الشكل ما بينقسش هنا الزوايا ولكن كان بينقش ان المادة او الظهر الكرسي يكون فيها جزر بالظبط رقم اتنين انه المكان اللي الاعاد يكون متحرك للأعلى والأسفل لا ما تقدرش تثبت ولازم يكون فيه ارتفاع ونزول بالنسبة الرقم 3 برضو مسند اليد لازم يكون فيه ارتفاع ونزول لانه فيه الاطوال تختلف ما بين الناس وبعضها فلازم انه يكون فيه اطوال ونزول رقم اربعة انه انا عايز اربعة وسبعة عايز ان العجل يكون متحرك بشكل عام ورقم اربعة انه يكون خمس عجلات يعني خمس اتجاهات للاتزان الكامل او فيه كراسيك تبقى اقل من خمس والله يفند التصميمات تختلف ولكن احنا بنتكلم على اشترات الامن للتصميم اللي بيساعد على المدد الطويلة في العمل ممكن يكون الحاجة تانية اللي ليها نوع من انواع الترفيه كرسي حد بيقعد على مكان يعمل حاجة ترفيهية لمدة ساعة واثنين ده حاجة تختلف رقم 6 ده برضو مساند بالنسبة للكرسي كله بيكله نزول للكامل للأسفل بشكل جانبي يعني هو نزول جانبي للكرسي بالكامل وده اللي بيسمح للإطالة لأن حضرتك زي ما قلتي في اللي هو الشريحة الأولين كله بنشرح عليها قلتي لو حضرتك حد حس انه هو عايز تحرك في مكانه حضرتك المكان ده بيسمح بان الكرسي كله بيديكي مساحة انك انت تقدري تعملي إطالة لعضراتك الظهر الخلفية وانت على كرسيك ففي هذه الحالة مش لازم حركة تقومي وتقدري تعملي إطالة بالكامل فوسط العمل ازاي شكل إطالة يعني فتفرجنا الوقت كده على الهواء يعني وحضرتك قاعد يعني انت قاعد بالكرسي الكرسي بيديك مساحة انه ظهره وقاعدته الاتنين بيتفتحوا الوراء بالكامل فأرجع الوراء خالص أستريتش يعني شوية لأن الكرسي بيفتح مع حضرتك كده وده موجود في التصميمات يعني موجود مش حاجة جديدة يعني هو موجود في كل التصميمات ولكن وانت بتبص على الكرسي في العمل تبقى واخد بالك انه فيه الخاصية اللي بتسمح لك اللي انت تاخد إطالة لعضلاتك الخلفية بالنسبة لارتفاع الكرسي بيكون على حسب الجهاز اللي قدامي زي محارتك شرحت في الصورة اللي قابليها وطولي المهم من الجهاز اللي قدامي يكون أعلى مني بشوية حاجة بسيطة يعني اعلى من نظر التعيني زي ما قلنا في الشريحة الأولى نعم